خلينا في هذه المرحلة إذا ممكن تأخذنا في بعض الألواح التي اكتشفت اللوحات التي اكتشفت وعليها خطوط متنوعة إذا ممكن تشاركنا عن الفترات الزمنية وأهميتها لإلنا في هذا العصر في هذه الأيام تفضل أخ مكرم نحن نبدأ بمعنة الرب في لوحة مشروع اسم لوحة مرنفتاح تقريباً 1209 قبل الميلاد يعني هذا بنعد القرن 13 قبل الميلاد نحن نبدأ من هنا ليلة أنه نقوله ما كانش فيه كتابي قبل لكن هل راح نشوف القرن 13 و11 و10 وارجع راح نتفرج كيف الكتاب كانت تطور بس الأهمية تبعت هذا اللوحة مرنفتاح من مصر طبعاً أنه هو مكتوب أولاً بالخطر الهيروغليفي وهو بيوصف زي ما قلنا الملك هو اللي بيحكي عن حملاته فهو بيحكي عن حملاته حملاته لفرعون نفسه مرنفتاح في الليبيا في كنعان وبيعود يحكي في الكتابات هاي في عندهم نوع معين كيف يكتبوا المدن وفي عندهم طريقة كمان أو إطار معين كيف يكتبوا الشعوب فمنشوف كتابتها كتابة أو ذكر الانتصارات على المدن الكنعانية مثل أشكلون جازر وغيرها ولكن بنوع آخر أو بإطار آخر يعني بيكتبوا الكتابة بإطار تاني بزي شكل تاني بيكتب أو بيذكر إشي اسمه أسيريار وهذا طريقة الكتابة بيفرج أنه لا هو مدينة ولا هو دولة لكنه يكتب عنه كمجموعة ناس وبسبب أنه في المصر القديم الحرفين الساكنين الراء واللام ما كان فيه إمكانية نميز بناتهم ممكن نقرأ بسهولة إسرائيل لأنه اللام محل الراء يعني مجرد نغير الراء الأخيري إسرائيل أو إسرائيل دائماً منشوف في تغيير معين لأننا عم نحكي عن لغة مختلفة تمام ولكن معظم الباحثين اتفقوا أنه هذا أول ذكر لإسرائيل في التاريخ كشعب في كنعان وطبعاً في هاي الوقت ما كان فيه مملكة واضحة بشكل يعني بارس ما كانش فيه مملكة إحنا منعرف المملكة بالقرن العاشر ولكن هو شعب وهيك يقدم يقدم كمجموعة ناس بمعنى شعب وطبعاً هذا الاكتشاف بعود تاريخه من القرن الثاني عشر قبل الميلاد يعني 1209 عملياً يعني عملياً الثالث عشر قبل الميلاد يعني أوكي طيب كمل أخ مكرم يعني خلينا نكمل بالاكتشافات إن تابعاً نوصل إلى القرن العاشر نوصل إلى القرن العاشر أنا بقول بس بالأول إنه أنا وأنا كمل هاي أشياء اللي أنا انتقيتها وبالنهاية رح أحكي عن الأشياء لسبب الوقت ما يعني زي أحملناها أو إنها ما فيش وقت ليلها لأنها ممكن كانت تكون عشر حلقات فمنكمل إسا في حجر بسموه حجر تلزيت كتابة عبرية قديمة إن كانوا ملاحظين بالكتابة العبرية من القرن العاشر قبل الميلاد الصورة اللي بعدها بفرج الباحث كيف الكتابة بشكلها بدون الحجر لأنه مع الحجر مش واضحة كتير ولكن منقدر نشوف فيها الإشي الحلو إنه هذا الإشي المكتوب هو عملياً ألفباه أبجادية والأبجادية 22 حرف زي الأبجادية العبرية اليوم أيها واكتشفوها في موقع أثري كمان مرة واكتشفوها في الموقع نفسه ما في مجلة تزييف في موقع اسمه تلزيت غرب لخيش والفحصها البروفيسور كيل مكاثر هو واحد من المختصين في كمان نوع من الباليوغرافي يعني الكتابات القديمة باليو يعني قديم وغرافيا كتابة فباحث في المخطوطات القديمة بيقول عنا إنه هي نص عبري قديم وممكن تكون إنه هي أقدم نص عبري لحد إسا اكتشفنا القرن العاشر هذا مهم لأنه كان يقوله في القرن العاشر ما فيه كتابة بالعبري وعلى هذا أساس يشككه فيه الكتاب المقدس إنه بالأساس كتب شو يعني كتب موسى شو يعني كتب يسور فهي نوعاً ما ضربة قوية يعني فيه ضربات قاضية كمان بس فيه يعني ضربة وراء ضربة للمتشككين اللي محترمين اتفضلوا شوفوا اسمعوا قارنوا بكل احترام كيف إحنا منحترم الآخرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة